نمشي وسي مراد ناخده أيضا زميلة سي وليد زروق ناخده رايك نتل نقابة قوة الأمن الداخلي فمع عديد النقابات والمكاتب الجهوية لنقابات أخرى نزلت بيانات موساندة لزميلهم محمد علي الرزقي إلى تعرض للإيقاف مؤخرا ولا كما تو وضح سي وليد زروق كونه المعطيات اللي عنده ولا قدمها فندوة صحفية الكل هاتقدم بها للقضاء الكل هاتقدم بها للجنة تسفير في البرلمان الكل هاتقدم بها للجنة هيئة مكافحة الفساد وأيضا المفروض أنه يتمتع بالحماية الشخصية متاع المبلغين عن الفساد دونك رغم ذاك الكل يتم إيقافه وشنو موقفك سي مراد الله يمع موقف يمكن كان للأسف علاش معناه يتم إخماد الأصوات هذه كنت أتمنى معناه في دل دورة القانون والمؤسسات اللي يدعيها أنه فيما جانب قضائي وقانوني يتم معناه تتبعوا إذا كانوا أخطأ أما أنه لمجرد معناها تصريحات والله التصريحات ما عنديش باش يكون معناه حكم معناها موضوعي ولكن ديما الحرية والسلب الحرية أن يضده ما لم يتم معناها ألبت في القضية وأيدانته أو تبرأته بالتابعة الحال في الحال هدية مليكة للا التضامن المطلق لأنه ما هو إلا مواطن تونسي إلا عاون أمن أكيد عنده عائلة فالسلب الحرية بالشكل هدايا يطرح أكثر من نقاط الاستفام وإخماد الأصوات بالشكل هدايا روشي مرفوض وأعتقد أنه لابد من التضامن المطلق مع السيد هذا حتى يظهر حقه على اعتبار كما حكيت هو ممكن تتكلم في الشأن العام حكاية على معطيات كنت نتصور مدام حسم حكاية أو سيوليد أنه ما نقدم كل هذه المعطيات للنيابة العمومية لماذا لم تتحرك النيابة العمومية ولم يتم فتح بحث الموضوع وإدانة من ثبتت إدانته أما التجني على من أعطى المعطيات اللي يتمثبت عند القومي فهو الشكل مرفوض قطعا بتباتلح